من قصتي الشخصية لقصة تانية برضو قريبة للتاريخ لكن المرة دي مبنى طراز معماري فريد من أهم المعالم الأثرية الحديثة اللي موجودة في مصر مبني على شكل معبد زي ما انتوا عارفين هندي هو أسر البرون أسر البرون من مبارح هو حديث القاهرة وحتى هذه اللحظة الأسر أخذ ثلاث سنين علشان يتم تجديده وفتحه للزيارة من جديد 175 مليون جنيه صرفوا على هذا الأسر وتفتح رسمي لاستقبال الجمهور 2020 ايه اللي حصل من سنتين شفنا صور بيقولوا الأسر بدأ يتصرب لي المياه الجوفية وخرج تصريح من وزارة السياحة وقتها قالوا ان احنا بنعمل على يعني ان دا يتصلح وان دا بسبب المياه المتسربة من الرأي اللي قبل كده وماشي تقفل الموضوع لكن من يومين اتفتح الموضوع مرة تانية لما لقينا الصور مشاركها واحد من زميلنا الصحفيين الناشطين جدا وبيقول يا جماعة في مشكلة بيعاني منها قصر البرون اتحركوا احنا النهاردة عايزين نعرف منه الصور دي صورها امتى؟ ولما عرضها على واحد من اللي كانوا مسؤولين ومشرفين عن تعديلات هذا القصر قالوا ايه؟ وده شيء مهم نسأله الاول قبل ما ناخد رأي صناع القرار واصحاب القرار في المسألة دي احنا عارفينهم خلينا ناخد على زوم زميلنا العزيز الاستاذ شهاد طارق الصحفي باخبار الادب والمتخصص في شؤون الاثار وهو اللي نشر الصور المتدولة حتى الان اللي بتوضح شكل المية واثارها على حيطان وجدران اصر البرون استاذ طارق اهلا بيك مساء الخير اهلا بحضرتك مساء الخير يعني يا رب اكون شرحت الموضوع صح دي الصور اللي انت نقلته لنا مؤخرا سؤالي الاول بعد تحياتي ليك طبعا هل انت تبعت الموضوع برضو من سنتين ولا دي اول مرة تتابعه السؤال اللي انت صورتها دي امتى ولما عرضتها على الخبير كان مين هو الخبير وقال لك ايه الموضوع ده طبعا بعد افتتاح اصر البرون حوالي سبت شهور ظهرت المشكلة دي اللي هو وجود نشعل المية في المكان طبعا وقتها يعني وزارة الاثار قالت ان هي سببها ان كان زمان الحديقة بتروة بطريقة معينة فأصارت على التربة وبالتالي زي البيض بخرت وابتدت تطلع على الجدران وقالت وقتها اللي هي هتعالج البشكلة بس الوضع طبعا يعني انا لما روحت الاسبوع اللي فات وعرضت طبعا الوضع كهرسي الجدران شبه يعني ممكن جدران التراص شبه منهارة اوهات نهار بقيت بين الاجزاء الداخلية اللي فيها فطبعا وضع سيء جدا طبعا اول حاجة عملتها رجعت للبشمهندس المتخصص طري الموري الاستشاري والمرمم عرضت على السوق لكان من ضمن الفريق اللي عمل القصر ورممه يا أستاذ شعب لا 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 ما كانش من ضمن الفريق اللي عمل القصر بس هو مرمم طبعا وشغله الشغل على المباني الأثرية وكان فيما أظن نشتغل فترة على أثر البرون قبل عملية الترميم الأخيرة عرضت على السور طبعا هو ابتدا يحلل الموضوع قال لي ان السبب يا إما سبب ان سطح التراص بيتم غمره بالمياه أثناء التنظيف والمطرة وبالتالي ما كانش فيه عزل فأدى للكارثة دي ويا إما السبب التاني ان الارض بسبب ان الزرع الجديد والحاجات الجديدة بتتصرب المياه بتتصرب لتحت فبتأدي برضو لنشا طبعا البيانة الأديف بتاع وزارة الأثار كان بيقول ان السبب بتاعها ان الجدران نفسها الغمر بالمياه الأديم هو السبب بس طبعا ده كان بالنسبة لك صحفي متخصص وبين المنطق ده كان بيان مش صحيح أبدا لأن المياه أكيد هتتبخر أو التربة هتتنتصص خصوصا ان المكان في المنطقة زي مصر الجديدة يعني منطقة شديدة الحرارة في الفصل الصيف فطبعا لو فيه أي مياه تتبخر يعني ما هتنزل تحت الأرض مش المنطقة اللي هي تفضل موجودة ثلاث سنين لحد دلوقتي وبنعالج أثارها طب ولو بنعالج أثارها هل المفروض اللي هو يوصل للمرحلة التضاهر ده طبعا كانت ردود غير منطقية الغريب إن البيان اللي تم إستره النهاردة هو هو البيان لكنه ما اتاخد كوبي بيست يعني هو هو أنت أستاذ شاب إحنا حبينا نقف قدام الشخص اللي نشر أول من نشر وإيه هي التعليقات اللي أخدها حتى دلوقتي وأسئلتك وأنا بشكرك جدا أن أنت عرضتها معانا هنا في حديث القاهرة وحناخد عليها التعليق على الوضع الحالي وماذا يحدث في قصر البرون بشكرك جدا أستاذ شهاب طارق الصحفي زميلنا العزيز ومعانا على التليفون ضفنا العزيز جدا الدكتور مصطفى الوزير الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار دكتور مصطفى أهلا بيك مساء الخير دكتور مصطفى طبعا إحنا حبينا أن إحنا ناخد الواقع من عند أهل القرار لأن التصريحات من مبارح متدولة من وزارة السياحة الموضوع هو إيه بنعمل إيه لكن إحنا عايزين نعرف معدل زمني ولا مش معدل زمني دي قصة جديدة حصلت السنة دي ولا هي القصة اللي فاتت وما زالت أثارها بتتكرر كل عام لحد ما يلقوا لها حل أو إذا كانوا لقوا حل طبعا ده بالنسبة لنا موضوع مهم لأن أصل البرون بعيدا عن أنه تحفى مع مارية هو متنفس لكل أهالي القاهرة كمكان جميل جدا بيستمتعوا فيه وبيشوفوا فيه جزء من تاريخ مصر جزء عزيز لأن إحنا عارفين أن جواه حتى أجزاء مختلفة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عن الأشياء اللي حصلت في منطقة مصر الجديدة والامتداد بتاع اليوبيلس كله بدءا من التخطيط ليه والترام وحتى أماكن السبق وغيرها وده اللي احنا عايزين ناخد فيه الرأي من ضيوفنا اللي هيشاركونا النهاردة وطبعا الدكتور مصطفى الوزير الأمين العام للمجلس الأعلى للأذار احنا كلمناه وأعتقد أنه هو في مكان الشبكة فيه مش تمام هنحاول نتواصل معه مرة تانية على مدار الحلقة لأنه كمان عنده سر من الأسرار اللي تم الكشف عنها وهو الكشف الجديد في مدينة الأقصر طيب